هنروح لبطولة الجهودو اللي كان اللي بتتعامل بطولة دولية أو بطولة عربية اللي كان بتتعامل في قطر بطولة الجهودو اللي كان طبعا كابتل مرزوق معانا رئيس الاتحاد ودخل مداخلة وقال نرايح بفريق الشباب عشان يدهم خبرات عشان يكتسب لما يكتسب وزير خبرات في السنة أو الاتنين دي نيجي كمان سنتين نلاقي عندنا جيل تاني فكر يحترم اللعبة الكبار اللي هتنفس في الأمبياد شغالين في البرنامج بتاعهم الصف التاني شغالين في البرنامج بتاعهم كلهم إلى غايتهم اللي بيلعب عشان مداليا في أمبياد بيستعد لتحب يعدوا بشكل معين ولي بتعدى عشان يبقى صف تاني عشان يخش بعد كده يحمل الراية ليعداد تاني اللعبة اللي راحت قطر كانت هي دي هي من اللعبة اللي بتعد كلهم صغار السن طيب خدنا كم مداليا بقى اللي جميل اللي فرحت ان حتى واحنا مشاركين بالجيل ده الزغير احنا واخدين تم المداليات في البطولة العربية الله أكبر طيب تلاتة دهب تلاتة فضة برونزيتين يعني تلاتة دهب يعني وتلاتة فضة والبرونز ومنتخبنا بالرغم من فوزه بالمركز التاني في ترتيب العام بقى منتخب الجزائر كترتيب عام مركز تاني خلي بالك انت راح بالشباب اللي ان النتيجة دي كويسة جدا بمقارنة باللعبة صغيرة لما قلت زي ما قلت لحضراتكم بمقارنة ان هما لعبة صغيرين واخدين مركز تاني جودو واللي سابقهم الجزائر وانا لو شفت الجدول هوريكم الجزائر سابقنا بقى دي اكيد من سابقنا بكتير ولكن انا كنت شفت الجدول بس مش فاكر بزبط الجزائر سابقنا بايه بس لما نوصل ناخد تم المداليات لا انا شايف ده انجاز لو احنا رحنا بالصف الاول كنا ناخد اول بس ده مش التارجت بتاع الاتحاد ولا التارجت لكابتل راشوان المدير الفني للمنتخبات التارجت زي ما قلت لحضراتكم كله رايح في طريقه عشان في الاخر مصلحة مصر زي ما قلت لكم بعض الاتحادات اللي شغالة والحقيقة اتحاد الجودو من اتحادات اللي شغالة بامانة وهفضل اقول وعيد الاتحاد القوي والرئيس القوي ومجلس ادارة قوي يشارك كل اسرة الجودو معاه ما يخافش ما يقلقش ما قولكش اصلا انا جايب ده هيخش وخش لجنة وانزل الانتخابات اللي جاية وانزل ضد رئيس واسقط خافش يجيب كل نجوم اللعبة تعالوا معايا ايدكم بايدي عشان نقب المنتخبات ونرفع اسمه مصر فوق الاتحاد يعني مش تمام يعني مش واثق من نفسه يبعد يبعد الاسرة كلها يبعد الناس كلها يبقى هو متفرد بالقرار والاسف وتلاقي في الاخر يعني انا اديكم مثل تاني المهندس شيفي العريان رئيس الاتحاد الخماسي مفيش واحد عنده قدرة وعنده كفاءة وبي يتميز في اي لعبة مش في الخماسي يعني ممكن يروح كرة القدم يجيب حد من الاعداد البدني عشان يشتغل مع لعبته ممكن يروح الكرة شاف دكتور كويس يجيبه يعني بالعكس ده اسرة الخماسي مع كل الرياضة بيجيبها عشان يوصف الاخر هو ده الاتحادات القوية ومش الان ما انت ده منصر تطوع انت الان من ايه ما تخافش حتى لو روحت المهم ان اسمه مصر هو اللي يكون فوق والمديليات تتكلم عن نفسها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة